الانجاب السريع اللي ربنا يرزقه بطفل في اول سنة جواز او يعني في البداية للسنة التانية ولسه الامور ما استقرتش اجتماعيا ما بين الزوج والزوجة هل حضراتكم مع الاصراع في فكرة الانجاب ولا الناس تدين نفسها وقت فرصة شهور يشوفوا يقدروا تكملوا ولما يكملوش عشان ما يجنوش على الطفل اللي يكونوا سبب في ان هو ييجي الدنيا في ظرف اجتماعي في انفصال في البيت ده الامر هنطرحه للانقاش وهنستنى تعليقات حضراتكم على البث المباشر على صحفة سي بي سي على فيسبوك برحب بدكتور عمر الورداني امين الفاتو بدار الافتاءة المصرية مدير مركز ارشاد الزواجي دكتور عمر اهلا بحضراتكم وكان سهلا بحضراتكم طيبين وايام بركة ونور علينا يا رب ان شاء الله وبرحب صديقي العزيزي الاستاذ ممدوح المصري منسق برنامج مودة بوزارة تضامن وحشرنا الافتاءة الفاتسة وانا افتقدتك والله جدا ومفصوط اننا موجود معاكم لان فعلا بتعلم من النقاش وبتمنى ان النقاش فعلا يبقى مفيد كمان لكل الاتفاق ربنا يخلى حضرتك طيب يعني نستغل بقى وجودك والنهاردة انت جايب في موضوع مهم جدا مع ان الناس تسعى للخلفة بسرعة ولا تأجل في بداية الجواز طيب خلينا نتكلم كمشورو ما وده احنا متبنيين انهي فكرة طبعا الانجاب هو هدف اساسي من اهداف الزواج يعني اي حد بيتجوز بيبقى من ضمن اهدافه انه عايز يبقى عنده اطفال ولكن الهدف ده لو تم التصرع في اتخاذ القرار بالانجاب ممكن يبقى مضر اكتر منه مفيد وخلينا نشوف التقارير او الاحصاءات اللي طلعها الجهاز المركزي للتعباء العامة والاحصاء اللي بتقول ان 15% من عدد حالات الطلاق بتتم خلال اول سنة زواج فحديك تخيال معايا 15% ده يعني بنتكلم في خلال التلات سنين اللي فاته متوسط 35000 حالة الطلاق مظبوظ طب لو خمسة 38000 في عشرين وعشرين بالضبط 38000 في سنة 30 سنة اه صحيح الزوجين في سنة 30 سنة في سنة 30 سنة اول سنة ولا الثاني جواز بالضبط طب حديك تخيال معايا بقى لو 38000 او 35000 أسرة دول كان منهم 20000 أسرة منهم 20000 أسرة كان عندهم طفل فاحنا بنتكلم ان 20000 رضيع اتولد في أسرة أساسا مفككة 20000 20000 طفل رضيع اتولد في أسرة مفككة هل ده أمر إيجابي للطفل؟ لا هل ده أمر إيجابي للزوج أو للزوجة؟ لا هل ده أمر إيجابي للمجتمع ككل في المستقبل؟ طبعا لا اذا احنا بنقول بودوح وبصراحة ان تأجيل الحمل الأول أمر مهم جدا للزوجين في الأساس مهم جدا ان هم يتعرفوا على بعض بشكل كويس مهم جدا كمان ان هم يقدروا يستفيدوا من المواقف والتجارب اللي يمروا بيها مع بعض لأنه بنلاقي أسوة عمر في تدريباتنا الولد أو البنت يقوله بس احنا مؤهلين احنا جاهزين احنا نقدر ان احنا نتحمل المسؤولين قد يكون مديا قد يكون مديا وفي نفس الوقت مهما كنا مسؤولين ومهما كنا أشخاص أسوياء بمجرد ما بنتحول من شخص أعزب عايش حياته لوحده ما فيش حد مسؤول منه لسنة أولى زوج وسنة أولى زوجة بنلاقي ان حجم المسؤولات بتختلف بنلاقي المتطلبات بتختلف بنلاقي ان صعب الشخص اللي كان ما بيننا حاجات لطيفة أيام الخطوبة وبنقابل بعض واحنا لابسين أفضل حاجة بنتكلم مع بعض بأفضل طريقة بنبدأ نتعامل مع بعض طول اليوم بنمر مع بعض مواقف جديدة بنشوف ان طبعات جديدة كل ده ممكن يأثر خلينا أقول لحضرتك أن في بحث اتعامل في المركز الكامل بحوث التتمية والجنائية بتقول أن أسباب الطلاق الخمسة الرئيسية عدم تحمل المسؤولية عدم التوافق ما بين الزوجين ومشاكل في التواصل ما بينهم تدخل الأهل والأقارب والأصدقاء سواء أن الأهل أو الأقارب بيقبروا الزوج أو الزوجة لهم ما يتجوزوا أو ما بعد الزواج بيبدأوا يدخلوا في العلاقة لما بينهم فكرة الخيانات الزوجية على الإنترنت والعوم في الأسر بما فيها أن الزوج بيبقى مدمن والزوجة بتكتشف ده بعد ما بيتجوزوا أن هي تجوزت حد مدمن أو العكس فحذيك لو بسيط في الخمس مشاكل دول اللي بسببهم بتحصل حالات طلاق طب هل البيئة دي تصلح أن يبقى فيه طفل موجود؟ أكيد لا لا تصلح بس احنا بنأكد على نقطة تانية مهمة جدا الوعي بيتغير عند الشباب الشباب كتير دلوقتي يبقى حابب أن هو يأجل الحمل سنة أو سنتين ولكن بنلاقيهم أنهم بيكرروا يستخدموا وسائل وأساليب لتأجيل الحمل من نفسهم أو تشوف مثلا أختها كب بتأجل الحمل بشكل عمل إزاي وتكرر نهاية إيه أكيد الدكتورة أو دكتورة هيقدم النصيحة يعني بالضبط يقدم النصيحة ويعمله فحوصات لأن أحيانا في بعض الحالات القليلة قوي بيبقى تأجيل الإنجاب مدر للزوج والزوجة باستخدام وسائل معينة آه